هل ممكن اتكلم مع ولادي اقول لهم سبب بتعمل الحاجة الغلط دي ليه مثلا ويبتدي بقى فيه لغة حوار طيب بعد ما ابني بيعمل مشكلة فكهة الزعيق والسريخ وكل ده مش هجيه من نتيجة هو بلوك اصلا بريم بتاعه بلوك طيب فهو ده عامل ايه مفروض بعد ما يخلص الموضوع بقعد اتكلم معه هو اللي انت عملته غلط وغلط ليه بس فيه مشكلة بنوعه فيه البديل البديل طيب انا اتنافست النهاردة او قد تنفذ ستاني لأ اكيد لأ لأ انا ممكن اعملها بشكل سكورشي او صندوق هداي اللي انت تبقى هادي السلوك المعاكس ويديه تمرين اقول لي مثلا في حاجة اسمها كورس الهدوء هتحط في صالون لو اهم تحس ان انت متعصب اطعط كورس الهدوء تاخد نفس تعد من 10 ل 0 فتاخد نفس فده البديل ان انا ابني مش بس اقول له انت غلطان لأ اقول له بديل وفيه حاجة انا مش بحبك لا لأ انا متضاقة من اللي انت عملته مش متضاقة منك عشان خاطر هو ابني كده شخصات خجولة او متواضعة بتشوف ده على الحب المشروط ان انت مش بتحبيني لو انا عملت كذا بحبك باللبس معين بحبك بدا طب دكتور عندي سؤال ماليش عايزة اسألك يا شازد انت كمان السؤال ده لانه انا ما عنديش اولاد خمع روش هل انتوا ساعات بتبقوا كأباء او امهات عندكم الخل ان انتوا طول الوقت تتكلموا يعني فيه امهات انا بقى اصحابي بيقولولي مش قادرين يعني ما وقايا فبينهاروا بيزعقوا حلو طب انا عايزة اقولي نقطة صح وانا مقتنع بس مش بنزعق يعني انا بقول مش وقته يعني انا مش هزعق يعني لما تيجي عايزة تتكلم مع اي وكده مش بزعق بقولها مش وقته انا مشغول دلوقتي بس فيه امهات بقى تطلع عن شعورها لان الامهات تبقى عادة مع الاولاد طول الوقت فما مش قادرة طيب لو ابني عرف اين نوع ازاي بتزيني وازاي بداي من حاجة معينة هيبدأ دايما يديني بيها انا بقى من حاجة معينة فلا يوم امام هتقولي لأ طيب هرمي الحاجة على الارض هزعق اصرخ فانا دايما بقول الامهات اللي قادة مقيمة دايما في البيت اخش حمام ساعة تخسر وشي اهدى اخش اقط يافع عن نفسي اعد دايما بقول مثلا النامبر سيستم ده انا ممكن عدي من خمسين لزيلو حد قادريني منو قادرين ايه دا كده عشان اخد قرار صح ابني لو عرف ان ده مش بيأثر فيا مش هامله تاني بس احنا مشكلتنا هامله من الفوكس ان ده بيديني فابني بيكراره عشان يديني عشان دايما لأ ما اقوله لأ منها ما خدتش ما زععتش ازاء نفسي ما ضربتش ازاء بدني ما خدتش قرار غلط ما رجعتش في قراري بعد كده برجع هقوله انت غلطان في ايه واستلوك البديل لازالكورس الهدوء او النمبر سيستم او حاجات دي ويصلح الحاجة اللي عملها فكرة بقى ان يصلح الحاجة اللي عملها دي مهم جدا ومش بس كده ربع نقطة ان يبدأ اديله اعباء اضافية كنوع من انواع العقاب خش روى القوضة كذا خش اعمل كذا وشويل كذا وعمل كذا طيب لو الطفل عنيد هل كل الحاجات دي تنفع معاه طبعا بس الطفل اللي عنيت ببيحبش الاوامر قوم اعمل قوم نفذ الاختيارات تبس كذا ولا كذا ولا كذا هنأكل كذا ولا نأكل كذا ولا نأكل كذا بس اعتقد ده في سن معين انا مسألت الاختيارات ده مش من البداية بالعكس انا عايز اقولك احنا ممكن عملهم بداية بشكل انا بحسسه الواء كبير بس في اطار معين يعني انا كده كده عايز ايلبس اللون الابيض او الاخدر او الاحمر فبتحك عليه منها هو اختار ومنها انا اختارت الحاجة اللي انا عايزها الابني بدأ يعني ديقولي لأ انا عايز كذا الاكل يبقى انا استفدت حب تاكل رز ولا مكارونا لا يا دكتور ده انا عايز اقولك مسألة بقى تحديد الاختيارات والطفل يعني دي محتاجة فقرة لوحدها